مرتين خلال ساعة واحدة قصف لا مهرب المهم كل العائلات الفلسطينية بالتأكيد لا مهرب تعرضت لما لا يمكن للعقل أن يحتمله من قتل وإبادة وتشريد وافتح قوسين أنت والمشاهدين الأعزاء لوصف الحالة الفلسطينية لنقول نحن كأبناء قطاع غزة فقدنا في قطاع غزة نتيجة العدوان كل شيء فقدنا أقاربنا أمهاتنا أبنائنا أعزائنا إخوتنا أخواتنا ممتلكاتنا أموالنا يعني حدثني أقاربي وإخوتي وبعض أبنائهم أنه أنه أن الجيش الاحتلال سرق منهم كل ما كان بحوزتهم وسرق من داخل بيوتنا كل شيء البيوت طبعا تدمر على رؤوس من فيها وعلى رؤوس ساكنيها الأرقام الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تتحدث عن 20 ألف شهيد لكن دعني أكشف لم تنهار فقط المنظومة الصحية في قطاع غزة بل وزارة الصحة الفلسطينية نفسها نهارت لم تعد قادرة على القيام بمهمها ولذلك أرقامها لم تعد محدثة لم تعد وزارة الصحة قادرة على تحديث الأرقام ولذلك وبناء على معطيات في غاية الدقة من أرض الواقع أن عدد الشهداء الحقيقي في قطاع غزة فاقل 50 ألف شهيد موسيقى